متجر شيخ العرب متجر الخاص في القناة اول واكبر متجر عربي متخصص في فورت نايت توري الزومبي وحسابات باتاريال فول اكسيز مع حسابات توري الزومبي رابط المتجر موجود في وصف هذا الفيديو مرحبا بكم شباب كيف الحال معكم انا سنو شيخ العرب نكمل السلسينة تواين بيك ساتين هجمي ووصلنا عند الامبلفاي ارجي فهلا نطول عليكم اذا عجبتكم السلسينة اضغط لايك اذا حابت تعامنا الكود لايتم شوب اسألة ولا تنسى اخواننا في فلسطين واحنا كمان بتضف من الدعاء والثبات والله يرحم شهدان يا رب ويصبر اهليهم وان شاء الله يا رب الله ينصرنا وينصرهم يا الله فلا تنسوهم الدعاء لا نطول عليكم خلينا نبلش الامبلفايير جيه الو هجمة واحدة فقط من من اربع جهات الهجمة تبعته بتيجي تقريبا هون بتبلش بس نحط الامبلفايير جيه هون الهجمة تبعته تقريبا هون بتبلش فيك تحط هاي هنا كمان تحط كمان واحدة هيك ولكن اذا تحط هون في نيزك شفتو كبير شوي ضرب فانت بتحط على بعد ثلاثة وبتحط فاخر العجال انا بخاخ انت كوي فما بيحتاج السلزون بحيفوت من هون جميل في شوي منهم حيرس بين هون تقريبا منهم شوي حيرس بين هون غاد ما فيش حدا يرس بين هون بممكن في الهجمات العديه غاد حدا يرس بين بس في 30 هجم اغلبهم برسم هون وهون جميل هسا بفوت الممار رئيسي تبعهم من هون هنا تحط يتوقع تأخيرهم مرض synthetic هون هيك تعمل بوكسات هنا مثلا تخطرهم بازيادي وهو هون تقريبا هنا تعملةmic هنا تأخير تأنك نعمل هنا ترجيع تأخير قدر الامكان هنا تأخير بوكسات كله تأخير ففوتوا من هنا اما بروح عن طريق اليمين او بروح عن طريق الشمال اذا رح عن طريق اليمين فينا بوكس برجع طبعا انا حاطت جليد هنا وفوكية جال بايدفولت على اشتفاء ثلاث قطع بناء على الجانب دميج يحج جليد وانا ما بحب بحط فخ النفط لانو كريب على الرس باون وفخ النفط رح يخلص بسرعة فممكن جليد وجليد كمان اذا اشتغل مرة واحدة وجمد اربع زومبي يعتبر تشغيلي مرة واحدة غير فخ النفط ان اذا اشتغل كل زومبي يفوت عليه يعتبر واحد استخدام فالفخ الجليد يطول اكثر معك وانا بوكستر جيء بيجي هون وبينزل هنا عندنا بيجي هون هاي بنسبة اذا راحه يمين طب اذا راحه شمال نفس السيستم في عندنا هاي هيهك فين ممكن احنا شو نعمل هاي كمان نحط هنا بوكست وهنا نحط كمان فخ الدميج مندمج الزومبي الزومبي اللي راح هيجي من هنا راح نشرحه كمان شوي فبيجي هون الزومبي وهنا بوكست برجعهم وبيجي هون كمان نحاول بوكست باديهم لغاد طبعا لما يضرب هذا البوكست للزومبي وهذه ضربة ما برجوا لغاد فلا ليش لانا لو ما يضرب هنا الزوم بيتشكلب وما يتشكلبوا هذا الضرب ما بوخت ضربة البوكس فبيكون عادي وبيكمل من هنا هنا ممكن اشان ترجعهم بزيادة شو ممكن تعمل ممكن تعمل هذه الحركة فبيجي بنزله هنا خلاص فيش ترجي يبدأ كله دميج فارتفاع ثلاثة عامل دميج هنا وكله جليد وفي هنا بتقدر تحط فخر نفط هنا لان الروح يفوت هنا صار خلاص اما يكون هسك هسك او سماشر على الاغلب سماشرات بعد 20-25 مش رح تقدر تقتلهن فممكن يوصل لنا الغاد تستخدم سلاح البوتشوت او بلازمتك تدمجه وتقتل انت بيدك فاذا وصلوا هنا خلاص ايك تمام هن رح ينزل تحت وحنا كم نشرحها بس لما نشوف الطريقة الثالثة اللي بيجي عنا الطريقة الثالثة ممكن يجي راسب هنا اذا راسب هنا لك تعطله بنت هون رح يفوت من هون فينك فخ هون فخ هون فممكن تحط كما انت فخ هنا يجوز ولكن انا فخاخ قوية ما بحتاج هنا ترجيع فكسات بترجعهم لو حاد الزوم بيجد يطبش من هون وهس رح بنشرح هاي النقطة فوتوا من هون يجي هون رح ينزلوا وييجي عحي هسا اذا وقفت هون خلال الهجمة الزوم بي رح يحاول يطبش من هون وييجي علي اذا واحد من خويك وقف هون خلال الهجمة كان نفس الاشي الزوم بي رح يطبش وييجي علي فتأكدوا لما تبلش الهجمة لا توقف هون افضل مكان انك توقف توقف عندي الامبليفاير جميل فهي النقطة انتبهولة جدا لان في كيه ناس كثير بيخسروا منها طيب النقطة الثاني اذا انت وقفت هون يا طويل العمور وشوفت قلت له يزاوي احسن الزوم بيجي كاش لا الزوم بي رح يبلش يجيك من هون اذا كنت انت مش باني هيك رح يجي الزوم بي من هون ويطبش ويفوت لك انت هون فالافضل اأمن اليك انك هاي دائما اذا هجت هجمة فلنجر فلنجر بيحب يوقف هنا ويضرب فانذا انت سديت من هون هيك حطت هذه الكطعة سديت من هون حطتين بوكس رجعت من هون ولايت بتأمن حالك من الليف لينجر بالاضافة انك لازم نسكر هاي القطة عشان الزوم بي ما يشوفش انه طريق مفتوحة من هون ويجي يفوت من هون عن جنب لانك اذا خلتها فاتحة الزوم بي ممكن يفكر يجي من هون ويصير يطبش ويمرك عندك هون لانه هون الزوم بي ما برسبن برسبن تحت اذا بدي رسبن هون رح يصير يلف اذا هاي مش مبني وييجي من هون ويطبش هاي ويفوت جميل هاي من هم النقاط فلا توقف هنا او لو خدها من خوياك يوقف هنا خلال الهجمة اذا نزل هون جميل وضع بنزل هون اخر شي دميج هون اذا بنت تحط اذا سماشر بشحن شو بدك تحط انت مثلا فخ القراء النفت عشان توقف شحن السماشرات اذا عشان تعرف تقتلهم بكل الرياحية هون في انه اكيد لازم تحطها كل امليفير ثلاث قطع اربع قطع بناء عشان تكل سماشر في قطع بناء ممكن تط جميل هون زمان كنا نسكرها هاي تنزمش تقريبا وهي ما بتنزم وهي ما بتنزم زمان كنا نسكر هاي بين هون ويسكرها خلاص هيك الثلاث قطع ونحط بوكس على ايام كنا خلينا فاتح هاي اذا حدا من زوم بدي يجي من هون فهذا بدي يجي بيجي هيك تقريبا دي يمشي من هون ويجي من هاي ويد JB طلع كيف يجي هون ويجأت هاي او يجي هو منظر اذا اجي هون حيموت مش رح يقتل حاله اذا اجي على البركان برضو رح حيموت هيا كنا هل vessel انت عشان لفلنجر تضمن ما يجيش من هون ويضرب فيتغطى هي هيك تقريبا اسماشر بتطرى يطلع من هون وذا بدك ايمشي انت من غاد فابتعملوا تقريبا هيك تضمن انو رح يصل من هون تقريبا او بتحط انت هى الكطع هاي انه نفس السيستيم انت بتضمن روحي يجمله فهذا هو امبليفاير جيد جدا سهل ما طورنا عليكم في الفيديو اذا عجبك الفيديو لايك دعم كود الائتيم شوب كودشيو خسل اي بي سماو